وانظر إليه مع صفية في القصة التي أنا أحب جدا هذه القصة النبي صلى الله عليه وسلم سلوكاته عظيمة والله تبنى عليها نظريات نظريات في العلاقات الزوجية نظريات في علم النفس نظريات في التربية الاجتماعية دخل على صفية فكانت تبكي اجتمعت بعض نساء النبي لم يذكر الحديث في روايات أخرى قيل عائشة كانت على رأسهم لكن بغض النظر كانوا يقولونها يا بنت اليهودي يعني لما تختلف الضرائر مع بعض لسبب ما ويحتدم النقاش كما نقول بالعامية يروحي ما انت بنت يهودي يعني ماذا سيأتي منك تخيل نساء بقى تخيل لشان الناس يشوفوا قداش دينا واقعي صارت فكانت تبكي صفية بنت حياة ابن أخطب زعيم بينه قي نقاع فجاء النبي فراءها تبكي مثل ما تفضلت تخيل ضع أي شخص منا أمامه زوجته تبكي وزوجته الثانية أغضبتها أهانتها جراحتها ويتبكي تعرف الرجل حينما يرى من يحب والمرأة تبكي تثور الغضب عنده بشكل عجيب جدا فكان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بمن أغضبتها ويسمعها من الكلام ما لا يخطر على بالي أحد ولو فعل لن يلام لا عرفا ولا شرعا ولا منطقا انظر كيف عالد لما يتحدث عن من عنده مثل هذه الحلو قال يا صفية إن عادوا لك فقولي لهم جدي نبي كثير الناس لا يعرفون أن صفية بنت حيي بن أخطب من نسل هارون عليه السلام من صبت لاوي ما هي جدها هارون قال قولي لهم جدي نبي هارون عليه السلام عمي موسى عليه السلام نبي زوجي محمد صلى الله عليه وسلم نبي فما لكن أي أنا بنت نبي وعمي نبي وزوجي نبي يعني أنا مرتبطة بالنبوة من ثلاث جهات أنتم مرتبطات بالنبوة من جهتين واحدة شوف الحل العجيب البسيط التربوي النفسي الاجتماعي الرائع وبعدها أغلقت القضية طبعا ما حدث رجع خلاص نحلت المشكلة هذه رسالة انظر إسلامك العظيم إن أحببت أن تكون فعلا ذا مرجعية إسلامية فهذا ما يأمرك به ربك طيب شكرا شكرا